السلام عليكم. النهاردة ان شاء الله هامل معيكم ترطايا حلوة جدا. زي ما انتم شايفين ده الشكل النهائي للترطايا بتاعتي. هتعمليها بدون استخدام اي فرمة من فرمات المخصصة للترط. سهلة وبسيطة وحتى لو انت مش محترفة في عماية الترط ان شاء الله هتطلع معيك مزبوطة مية في المية. وحيطلع طعمها كمان في منتهى الجمال. هنبتدي بقى نحضر المأدير بتاعتنا عشان مطولش عليكم في الفيديو. معي هنا اول حاجة رشا صغيرة خالص من الملح ومعلقة صغيرة بس تكون مليانة من محسن الكيك الجل. ومعي كمان معلقة صغيرة من البانيليا. وربع كباية من الزيت. ومعي كمان ربع كباية من الكاكاو الخام. انا هنا بستخدم الكاكاو الاسباني بيديني التأثير رهيب جدا في الاسبونش وبيخليه طعمه في منتهى الجمال. وبالنسبة للبيت بتاعي معي هنا تسع بضغط بدرجة حرارة المطبخ. انا فصلت السفار لوحده والبيض لوحده وانا بافصل البيض. اخلي بالي علشان السفار ما يجيش على البيض والدنيا تتلغبط معي. افصله كده بالروحة واحدة واحدة. علشان يتفصل معي بطريقة مظبوطة. ومعي هنا كمان كباية وربع من الدقيق. الدقيق دوة دقيق حلويات. آآ بالنسبة لمقدار الدقيق بتاعي الاسبونش لو عايزاي بدون شوكولاتة عايزاي يعني سبونش فاتح ابيض. هتغذي كباية ونص من الدقيق. انا هنا عشان هعمله بالشوكولاتة اخدت كباية وربع دقيق وربع كباية كاكاو. ومعي كمان كباية ونص من السكر البودر. هكتب لكم المأدير كلها ان شاء الله في صندوق الوصف. اهم حاجة للدقيق والسكر والكاكاو. ننخلهم كويس جدا جدا. هبتدي بقى احضر طبق يكون واسع او بولة. واحط فيها الدقيق والكاكاو. وهقلبهم مع بعض كويس جدا. علشان لما يجي احطهم على خليط الاسبونش لتكون الدقيق مختلط كويس مع الكاكاو. حضرت المضرب الكهربائي. وتأكد ان هو نضيف وناشف. مفوش مية ولا فيه اي حاجة. وهحط فيه تسعة بياض البيض. وهحط عليهم كمان رشة الملح. وهبتدي بقى اضربهم على اعلى سرعة عندي في المضرب. بياخدوا من خمس دقايق لسبع دقايق لحد الفون بتاع البيض. زي ما انتم ما شايفين كده ما بيبتدي يعلى. ويديني لون ابيض. وهيديني كمان كوام تقيل. زي كوام الكريم شنطي كده بالزبط. كده خلاص عد عليهم حوالي خمس دقايق. الدرب كويس جدا. طبعا شايفين بحرك البولة. البيض بتاعي ما بيتحركش. كده الدرب بالطريقة المزبوطة. هفضيف بولة تكون نضيفة. وهحط صفار البيض. وبالنسبة للبيض ما نطولش عليه في الدرب عشان ما يفسلش مننا. خلاص كده حطيت صفار البيض وحطيت عليهم كمان ما لقت الفانيليا. وحبتدي اضربهم على اهدى سرعة عندي في المضرب علشان عايزة الفانيليا كده تدوب مع صفار البيض وتضيع الزفارة اللي بتكون موجودة فيه. دلوقتي حبتدي انزل بكباية ونص السكر. حنزل بيهم على ثلاث مراحل. دي كانت اول مرحلة حطيتها من السكر. بعد ما تضوب حبتدي احط كمان شوية من السكر البودر بتاعي اللي انا نخلته وبعد ما يضوبه ححط باقي كباية ونص السكر البودرة. ده ما قلتلكم دفتهم على ثلاث مراحل. انا هنا حبيت اقرب الكاميرا قبل ما ديف المحسن الجل. طبعا السكر ده تماما مع صفار البيض. وبعد كده حطيت المحسن عليه. طبعا اول ما بنضيف المحسن بيبتدي بقى صفار البيض يتقل وبنعلي المضرب بتاعنا على اعلى سرعة. آآ بياخدت صفار البيض في الدرب برضو من خمس لسبع دقايق لحد ما يدينا الكوام التقيل دوت. حواريكم اهو. ده كوام صفار البيض بس. لسه ما حطيتش البياض كوام متقيل وحلو. دلوقتي حطيت بياض البيض اللي انا ضربته وحطيت كمان عليه شوية من الزيت. زي ما قلت لكم دي ربع كوباية من الزيت. حطيت شوية كده. وحطيت اقلب من تحت الفوق. ودلوقتي حطيت بقيت ربع كوباية الزيت. وبالراحة خالص في الخطوة دي بقى. نهد دي اعصابنا كده ونعملها بالراحة علشان الاسبونش بتاعنا يطلع مزبوط. حبتدي بقى قضيف الدي اي والكاكاو. ارشهم كده على الوش. وحبتدي اقلب بالراحة خالص من تحت الفوق. ما تستعجليش خالص خالص في الخطوة دي عشان الاسبونش بتاعي كي يطلع ناجح ومزبوط. بعد ما اول حبة من الديقي. يبتدوا يتقلب كويس حضيف كمان حبة. ابتدي اوزهم كده على الوش. ابتدي اقلب بالراحة خالص من تحت الفوق. وانا بقلب احاول ارفع ايدي عشان ادخل الهوى جوة الاسبونش بتاعي. الطريقة طبعا واضحة قدامكم. دلوقتي حضيف اخر حبة من الديقيق والكاكاوة. وبرده هبتدي اقلب بالراحة زي ما قلت لكم من تحت الفوق. وانا بقلب ارفع ايدي عشان الهوى يدخل جوة الاسبونش. كل المكونات تختلط مع بعض. طبعا شايفين كده بقت تمام جدا مش هقلب فيها اكتر من كده خلاص. هحضر بقى معي صنية مقاس 24. هتطلع معي اسبونش عالي اربع طبقات في منتهى الجمال. هبتدي بقى افضي كل خليط الاسبونش. طبعا انا قبل ما اعمل كل الخطوات دي جهزت الفرن بتاعي على درجة حرارة مية وسبعين يعني اقل من المتوسط. وحبتدي ادخل فيه بقى خليط الاسبونش كده هياخد معي في الفرن من اربعين لخمسة واربعين دقيقة. ما افتحش عليه الفرن خالص عشان لو فتحت عليه الفرن هيدخل له هوى وحيهبط معيكي. فحنسيبه في الفرن لحد ما يعدي عليه من اربعين لخمسة واربعين دقيقة. ودلوقتي حبتدي اجهز الكريمة البيضة اللي ححش بيها الترطة. دلوقتي معي هنا كباية ونص من الكريم شانتي الخام. ومعي كمان كباية من السكر البودرة وكباية حليب وكباية آآ مية بس تكون متلجة. حضرت المضرب وحطيت فيها كباية ونص من الكريم شانتي وكباية السكر. وحطيت كمان كباية الحليب. حاجي عند المية الساعة المتلجة. هحط نصها بس. وحبتدي بقى اضرب كويس جدا بالمضرب. لحد ما الكريم شانتي بتاعي حيبتدي يعلى وحجمه حيتضاعف. حشوف لو محتاج بقية كمية المية. حضفها لو محتاجش خلاص. طبعا انا هنا بستخدم كريم شانتي خام. فكتقل جدا معي. حضيف بقية آآ نص كباية المية. وحخليه يكمل ضرب. طبعا شايفين الكوام بتاعه بسم الله ما شاء الله عالي جدا وتضاعف. والكريمة بقت متمسكة طبعا زي ما انتم ما شايفين اهي. عايد اقول لكم العلامة دي لما بتتعمل وانتي بتضربي الكريم شانتي معناها ان الكريمة بتاعتك نجحة ومتمسكة مية في المية. هحطها بقى في التلاجة. هسيبها لحد ما كمان تقعد شوية لحد الاسبونش بتاعي ما يبتدي يهدى. خلاص كده انا طلعت الاسبونش بين الفرن بعد ما استوى. وكمان اختبرت بخلة طلعت معي نضيفة. معناها ان الاسبونش بتاعي ناجح مية في المية والحمد لله استوى. طبعا زي ما انتم مشايفين ادي الاسبونش بتاعي اهو عالي وفي منتهى الجمال. وهش جدا جدا. عايز اقول لكم بجد حاجة يعني في منتهى الجمال ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم جدا. هبتدي بقى اقطع الاسبونش بتاعي بسكينة المنشار. وحبتدي اقطعها بقى. حابت اقطعيها على تلاتة على اربعة. انا علشان كنت عاملة كريمة بالزيادة. هقطع الاسبونش بتاعي على اربع طبقات. شايفين من جوة مستوي وحلو جدا اهو. دلوقتي هبتدي اقطع الطبقة التانية. وانا اقطع كده اضغط بايدي كده ضغطة خفيفة من فوق. علشان الطبقات كلها تطلع متساوية. وشايفين السواء اهو مية مية ومزبوط بسم الله ما شاء الله. هقطع الطبقة التالتة. برضو بضغط بايدي كده من فوق ضغطة خفيفة علشان الطبقات تطلع متساوية. شايفين الطبقة التالتة اهي. وادي كمان الطبقة الرابعة. هرجع كل الطبقات تاني. علشان ابتدي ازين بقى الترطاية بتاعتي بس احب اواريكم بصوا الاربع طبقات مستويين وكلهم عليه وواحد مقطعهم بالطريقة المزبوطة اه الطريقة حلوة جدا وسهلا ان شاء الله هتعجبكم هبتدي بقى احضر الديسك اللي انا هحط عليه الترطاية حطيت شوية من الكريم شونتي علشان اسبت عليه اول طبقة من الاسبونش وبعد كده حطيت شوية من الكريم شونتي على اول طبقة من الاسبونش وفرتها وحطيت كمان الطبقة التانية وحطيت عليها كمية كويسة كده من الكريم شونتي وحبتدي افردها وبعد كده حط الطبقة التالتة حبتدي بس اعدلها بالروحة كده وبعد كده حضيف عليها برضو كمية كويسة من الكريم شونتي طبعا الاسبونش بتاعي ناعم جدا مش محتاج ان انا ازقيه هو الكريم شونتي هيكون كويس جدا وحيخليه طاري وجميل حبتدي افرد الكريمة كده على الطبقة التالتة بتاعت الاسبونش وبعد كده هحط الطبقة الرابعة والاخيرة كده على الوش وبايدي بقى حبتدي ازبط كل الطبقات علشان الترطاية بتاعتي تطلع مزبوطة وحبعد كده حبتدي اغلف الترطاية بتاعتي بالكريم شانطية من بره حطيت كده كمية كويسة جدا من الكريم شانطية وحبتدي افردها بالاسباتيولا بالاسكرابر المتوفر عندك مش متوفر عندك اسباتيولا او اسكرابر بقى اي مصطرة من مصاطر الولاد اغسليها كويس كده ونشي فيها وبتدي افرزي بها هتديك نفس التأثير ما تقفيش على اي حاجة مش شرط يعني يكون عندك اسباتيولا او اسكرابر ممكن برضو نستخدم المصطرة بس نكون غسلانها كويس حبتدي بقى اجلز الجناب كده بالشكل اللي انتو شايفينه وافرد الكريمة على كل الجناب وعلى الوش وبعد كده حبتدي اسحب كل الزيادات بالمنظر ده كده عشان الترطاية بتاعتي تكون مزبوطة واشيل الكريم شانطية لماعي زيادة في الاسباتيولا اهوق الطريقة واضحة قدامكم جدا حبتدي بقى ازبط الجناب واشيل كل الكريم الزيادة وبعد كده سياحت شوية من الشوكولاتة بدون اي اضافات على حمام مية دافية وبعد كده بعد مساحة جهزت ورقة من ورق الزبدة وحبتدي اوزد عليها الشوكولاتة بالشكل ده بشكل زجزاج كده آم عكس بعض حابة ترسمي رسم التاج حابة تعملي دواير زي ما تحبي الشكل ده بسيط وبيدي شكل حلو جدا شكل الزجزاج اللي هو عكس بعض حسيبه بقى لحد ما يبتدي احس ان هو يبتدى ينشف هجهز الترطاية بتاعتي تاني وحبتدي ارفع عليها ورق الزبدة لانا حطيت عليه الشوكولاتة وابتدي بالراحة جدا جدا اثبت الشوكولاتة لانا حطيتها على ورق الزبدة الفها كده وابتدي اضغط عليها بايدي بالراحة علشان الشوكولاتة تتجلس على الترطاية بتاعتي من برا الطريقة طبعا واضحة قدامكم فانغط عليها بالراحة جدا جدا وبحرص علشان الشوكولاتة بتاعتي ما تتكسرش خلاص كده هبتدي اشيل ورق الزبدة بتاعي طبعا شايفين الشوكولاتة بتاعتي باسم الله ما شاء الله ثبتت على الترطاية ما تكسرتش ولا اي حاجة لو الجو حر دخليها التلاجة قبل ما تشيلي ورق الزبدة بس عشان الجو كان كويس انا ما احتجتش ان انا ادخلها التلاجة شايفين الشكل بتاعها حلو جدا وباسم الله ما شاء الله الترطاية بتاعتي طلع عالية وفي مدها الجمال دلوقتي ما هكمل تزييم فيها من فوق كده ببقية كمية الشوكولاتة اللي انا كنت مسياحيها هبتدي اعمل اشكال من فوق كده اشكال عشوائية دواير حبة تعملي اي رسمة انت حباها بدون ما هنستخدم اي فرمة بادينا اهو زينا الترطاية انا هعمل كده شكل دواير جوه بعض حيديني شكل حلو جدا في الاخر هبتدي امشي على كل الترطاية بنفس الشكل كده شايفين طبعا الطريقة سهلة جدا بتعملي حوالي 3 او 4 دواير حوالين بعض وبتمشي بنفس الدايرة على كل حروف الترطاية لحد مخلص وبعد كده هعمل شكل كده زجزاج من جوه طبعا الترطاية دي انا كنت عاملها في عيد ميلاد ساندي حبيبتي كل سنة وانتي طيبة يا رب عقبال ما اعملك وانتي عروسة قد بدوني يا رب ان شاء الله وخلاص كتبت كمان عليها اسم ساندي وهعمل عليها قلبيين صغيرين كده الطريقة سهلة جدا يا رب تعجبكم وبعد كده هبتدي احط عشان اخلي الترطاية بتاعتي شكلها حلو جبت كم وحداية كده من الكريز مش كتير هم حوالي اربع او خمس وحداية من الكريز قطعتهم على كطع صغيرة وحبتدي اوزعهم كده على وش الترطاية من فوق حيتخلي منظر الترطاية حلو كده ومبهج الطريقة سهلة جدا مفيش اسهل من كده عملنا ترطاية بدون اي فرمات وبدون اي حاجة ولا حتى ممكن تستخدمي سباتيولا ولا اي حاجة وزعت معاكم اهو الكريز الكريز خلى شكلها فيه منتهى الجمال اه سهلة وبسيطة اعمليها ان شاء الله هتعجبك جدا جدا اه والطريقة بتاعتها برضو سهلة مش شرط تكوني متجاهزة بقى حاجات معينة او الكيس اللي هو كيس الحلواني شايفين العلو بتاعها قد اي عالي وجميل جدا سهلة وبسيطة ان شاء الله هتعجبكم دلوقتي هبتدي اقطع معاكم الترطاية عشان اوريكم التبقات من جوه عاملة ازاي اهو بالروحة كده هبتدي بقى اقطع الترطاية عايز اقول لكم الطبقات من جوه في منتهى الجمال شايفين بقى المنزر عايز اقول لكم مظبوطة بالملي وعايز اقول لكم الاسبونش بتاعها ناعم جدا وطعمها في منتهى الجمال ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وعايز اكومنت جميل زيكم علشان اقدم لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة